التحدي الاقتصادي هو الملف الاكثر خطورة والسلاح الذي لم تستخدمه الحكومة بعد حيث لا زالت تراوح منذ اشهر في مربع التهديد والوعيد فيما يتعلق بموضوع عدم الاستمرار بارسال ارادات المناطق المحررة الى سلطة الانقلاب في صنع فالحكومة اذ تورد الاسباب والدلائل التي تخول لها الاستفادة من تلك الموارد والتي من ضمنها عدم حيادية البنك المركزي وعدم ارساله المخصصات الخاصة بالمناطق المحررة الا انها لم تقم باي خطوات جادة في هذا الصداد تمكنها من التحرك وتقديم الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وهناك واجبات ينبغي علينا كمواطنين الوفا بها رئيس الحكومة وفي تصريحات سابقة يرجع عدم الجدية التي تتعامل بها حكومته في الملف الاقتصادي الى تعرضها لضغوطات عدة من قبل المؤسسات الدولية التي تريد الحفاظ على وضع الاقتصاد الهش في البلاد علّه يسهم في الضغط على الاطراف لتقديم تنازلات في المفاوضات السياسية للخروج بحل بينما تشير المعطيات على الارض الى ان هذا التباطئ والتلكء يصب في مصلحة الميليشيا وانه حان الوقت لاتخاذ الحكومة خطوات جادة تمكنها من التحرك الفعال على الارض خصوصا وان معظم موارد البلاد من النفط والغاز تتركز في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية وبين التهديد والوعيد والانتقال لمربع الفعل ما زالت هناك هوة كبيرة وحاجة لقطع الشك باليقين والبدء بإجراءات تجفيف موارد الميليشيا موسيقى